وأنعم علينا في القرآن وهو خير كتاب الأنزل وأنعم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خير نبي أرسل الحمد لله حمداً كثيراً طهباً مباركاً فيه حمداً يريق بجلال وجهه وعظيم سلطانه حمداً يوافر عمل بيكافئ مزيداً هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطل فلا شيء دونه ليس كمثله شيء وهو السبيع البصير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبده والخلص ونبيه ومصطفاه من خلقه بلغ عسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر نعوذ بالله اللهم صلِّم وسلِّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن صحابته الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الرحمين يا أكرم الأكرمين يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً صدق الله العظيم أردنا أن نتناول أو نتكلم عن موضوع الساعة موضوع الساعة الذي يدور الآن في العالم بأسرين موضوع هذا الوباء الذي سُلِط على البشرية وهي الآن خائفة منه كيف يترى يفهم الإنسان المسلم هذا الوباء؟ ما هي نظرة الإنسان المسلم؟ أنت كمسلم تؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله كيف علمك الإسلام أن تنظر إلى مثل هذه الأشياء؟ ثم كيف تتعامل معنا؟ إذن أمر يمكن أن نعالجهم في هذه القطة السريعة إن شاء الله أولاً كيف نفهم هذا الأمر؟ ثم كيف نتعامل معه؟ بمعنى آخر كيف علمنا الإسلام؟ أن نفهم هذا الأمر؟ وكيف علمنا أن نتعامل معه؟ هذا هو مصير أقول إن هذا الفيروس كورونا كورونا بيليس هو كغيره من الفيروسات والأوبئة الأوبئة جبع وباء التي تهدد حياة الناس بصفة عامة يعني بغض النظر عن أجلاسهم وأديانهم وتهدد حتى أرزاقهم وأقواتهم فالمسلم ينظر إليها على أساس أنها آية من آية الله عز وجل وقدر من أقداره تدل دلالة قاطعة على قدرة الله عز وجل المطلقة ما بعدها قدرة وأنه فعال لما يريد سبحانه عز وجل فعال لما يريد على أن يهلك من يريد هلاكك بأضعف جند من جنوده كما قال تعالى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رُبِّكَ إِلَّا وَمَا هِيَ لِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ النبرود الذي كان يقاتل سيدنا إبراهي المطلقة كيف كيف ابتله الله عز وجل بحشرة بسيطة جدا قتله بحشرة بسيطة جدا فرعون ابتله بالقنمى للضافة هذه كلها جنود من جنود الله عز وجل ولكن أكثر الناس عنها غافية وينظر المسلم كذلك إلى هذا الحمر إلى هذا المرض أو إلى هذا الوباء على أساس أنها سنة من سنن الله تعالى في هذا الكون يبتلي بها من يشغل عباده على اختلاف أجناسه وأدينه لكن المسلم إذا ابتلي بها وصبر عليها وقال لن يصيبنا إلا ما كتب الله إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون له أجر الشهيد بذلك لو إنسان نوسم يبتلى نسأل الله العاية إياه لنا والإخوارين الجميع لكن لقد رأى إنسان نوسم يبتلى ويصبر ويحتسب فالله عز وجل يعطيه أجر الشهيد روى البطار في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون الطاعون وكذلك وباء من الأوبئة التفتاك المعدية هذا هو الطاعون فلما سألته عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا هذا الطاعون كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء من عباده فجعله الله رحمةً للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشيخ ناس بخزي في الأجرال وما مددات باتي في الأرض إلا على الله يسكوها وما مددات بخزي في الأجرال إلا ما كتب الله لنا وما مددات بخزي في الأجرال 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 يكون من قد مدعاً بالأسفل الله سبحانه عز وجه يُّهُّهُّهُّاً لَا أُعَيَهُّاً لَا أَنْتَرَيْهُمَنَاً لِنْجَرَيْهُمَنَاً لقد قدون التشيير على إعادة استفادة لأيوانا في السورة حَنَ م metsفواما حَنَهَا 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 ترى تمرر تمرر بالفتر يمكنك صَبِعا حَنَهَا لا يمكن أن نرى أن هذا مكرو أرغانيس يستطيع أن تقوم بسيارة العالمية و تقوم بسيارة مجموعة و تقوم بسيارة مجموعة فقط يستطيع أن تقوم بسيارة الله سبحانه عز وجل يقول في القرآن نُل نعرف أرغانيس و تقوم بسيارة الله سبحانه و تقوم بسيارة الله سبحانه عز وجل وما يحنم جنو دران بيكا إلاه وما يحنم إلا دكرا للبشار الله يترى كارون يمكن أن تقوم بسيارة الله سبحانه أحدكم في هذا المسلم يجب أن تقوم بسيارة الله من المميزة فارغانيس إلا أن يحن العز وجل كان يرغانيس محبا من المكتابا يكون ما يتنام يجب أن يكون لديه مقابل ويجب أن يكون لديه مقابل ويجب أن يكون لديه مقابل يقول لن يصيبنا إلا ما قال الله لنا هو مولانا وعلى الله فنياته وكالي المؤمنون سيكون لديه مقابل يكون لديه مقابل يكون لديه مقابل في إسم الله صلى الله عليه وسلم في القبيل المصدر يقول لك في مقابل المحكوة أعيشاء رضي الله عنها يضحون الى المحكوة ولم يتحدث عن الجهر على المشاهدة إنه يتحدث عن جهد منها في منطقة الناس عندما يتحدث عن الجهر يتحدث عن الجهر معه وقاله أنه لا يكون لدينا من أعلى ما يكون شخصة لدينا رجل من المتحدث من المتحدث من الله سبحانه الله عزهور الأمر الثاني كيف يتعامل المسلم مع هذه الظاهرة هذا ما سأكره في الخطبة الثانية إن شاء الله أقولكم بهذا وأستقر الله لكم إنه هو المختص من تدابير واحتياطات هذا المرض وهذا ما يسمى بفقه الميزان ذو الكفتين فقه الميزان ذو الكفتين الميزان عنه كفتين كفة عن اليمين وكفة عن الشمال الكفة عن اليمين فيها التقوى وفيها الإيمان في التوكر على الله عز وجل والكفة عن الشمال وفيها العمل بالأسباب فيها العمل بالأسباب ومن هذه الأسباب التي أوجبها الإسلام على المسلم نذكر أولا الحجر الصحي مش مع التجير الصحي هو عدم جواز الخروج من البلد الذي وقع فيه الطعون أو الوباء وعدم جواز الدخول إليه هذا الإسلام يقوم بذلك إذا كان سمعت من اللي كان بلد فيها هذا المرض حرام عليك وإذا كان سمعت وأنت في البلد لك تسكن فيه أن هذا المرض تفش في هذا البلد فحرام عليك أن تكون جميل اسمعوا إلى الحديث الصحيح الذي يروه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعون آية الرجز أي العذاب آية الرجز إذ ترى الله عز وجل بها ناسا من عبادك فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه فإذا سمعتم به أي بلد آخر فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وعنتم بها فلا تفروا منه صدق رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وشان يقول بالولماء هذا الإكلام هذا عن 14 قرد الإكلام هذا عن 14 قرد الآن علموا ماذا يقول وانتوا تابعون خطبات يقولون نفسك هذا الحكمة من ذلك أنك إذا خرجت من بلد أصيب بهذا الوباء فإنك ستلحق الضرر بالآخرين من الناس وهو حرم عليك إذا خرجت بهذا البلد لفيه الوباء فرزب هذا سيلحق الضرر بالآخرين والإسلام لا ضرر ولا ذراك وإذا دخلت بلدا وأنت تعلم أنه مصاب بهذا الوباء فإنك أنت تعلم أن هذا البلد مصاب بهذا الوباء وانت مع ذلك سافرت إليه أنت أبديت بنفسك إلى التهلك وهذا حرام عليك وهذا حرام ولتنقوا بأيديكم إلى التهلك وهذا حرام عليك إذا لنبطأ أولا ليه وجوب الإفصاح الإسلام وأنت مسلم الحمد لله دينك يأمرك أن تفسح ويوجد عليك أن تفسح إذا ابتلاك الله عز وجل بهذا المهم خبه طبعا تفسح من للعيئات خاصة بها حيث يجب على كل من أحس بأنه قد أصابه هذا الوباء أو أنه كان في بيئة موبوعة وخرج للضرورة أن يخبر الجهاد المسئولة بما هو فيه وإذا أخفى ذلك الأمر فقد ارتكب جريمته إذا الحب يدرب ويلطي وما يقول شبالي فيه المرض هلا فقد ارتكب جريمته الجريمة الأولى هي جريمة الكذب والإخفاء والتدليس والجريمة الثانية هي جريمة التسبب في إضاءة الآخرين وانتشار الأوبئة والأمراء هكذا ينظر كدين اكتب المسلم وكل من يصيبه هذا المرض بسبب هذا الإنسان يتحمل قسطه من الإثم العدوان لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مش مكلف المسلم يحب يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ثالثا الأخذ بالحذر والحيطة الأخذ بالحذر والحيطة والعمل بنصائف وإرشادات الجهات المعنية والمتخصصة في الصحة وخاصة فيما يتعلق بالنظام ولو أريد الموطيلة في هذا لأن الوقت يهتسع وأنتم تعلمون ذلك وكيد زافيش وكيد الأول موجودة يعني في كل مكان وإنما واجب على الإنسان المسلم أن يأخذ الحذر والحيطة من هذا المرض رابعا الإكثار من الأدعية وإعادة ما الإنسان لنسى هذا الأمر أنت عنك يقين وعنك عقيدة الله عز وجل وأنه هو الضار وهو النافع سبحانه عز وجل لا يستطيع أحد أن يضرك إذا كان رب العالمين واش تكتب لك أمر وليست لأحد من البشر أن ينفعك إذا كان رب العالمين واش حد ينفعك كله بيده عز وجل فلماذا تنسى أن تدعو الله عز وجل أن يحفظك ويحفر أولادك وأهلك ويحفر بلدك ولهذا من الأمور المهمة الدعاء أن الإنسان يكفي من الدعاء والأدعية لهذه الباب كثيرة ولكن أذكر بعضها أولا إذا كان يقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوفر المؤمنون ثانيا بإنسان المؤمن اثنين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سيدنا محمد قال الإنسان اللي يقول هذا الدعاء في مرات في الصباح وفي المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء هو محكوم بإذنه أ습니까 أعوذ أكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا يضرر شر الخلق. اللهم إني أعوذ بك من البارس والزنون والزذام ومن سيء الأسقال. ومن سيء الأسقال أي الأمراض. والتدعي في هذا الباب كثيرا زد على ذلك قراءة القرآن الكريم. وزد على ذلك ذكر الله عز وجل والتسبيع. وزد على ذلك الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي الإنسان المسلم أن يتسلح بهذه الأدعية ويواجه بها هذا المرض الخطير. زد على ذلك ما ذكرناه. يعني من احتيار ومن علاج إلى غير ذلك من الأشياء التي فصلها العلماء. ما نفعله؟ بعد après la confiance en Allah ce qu'on a dit tout à l'heure le musulman doit respecter les précautions demandées par l'islam tel que l'islam a exigé des précautions qu'on doit respecter tel que la prévention le soin la quarantaine sanitaire comme disent les scientifiques qu'est-ce que c'est la quarantaine sanitaire c'est l'isolement provisoire imposé à des personnes provenant d'un pays infecté par une maladie contagieuse on isole les gens qui sont venus d'un pays infecté par cette maladie contagieuse ça s'appelle la quarantaine sanitaire ainsi que toutes les mesures imposées par les autorités compétentes en la matière parmi les précautions imposées par l'islam je cite quatre il y en a beaucoup mais je cite quatre la première précaution la quarantaine sanitaire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de prendre une mesure préventive qui indique qu'il est réellement un messager de Dieu écoutez bien écoutez bien mes frères et mes soeurs à son époque à son époque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il donne sallallahu alayhi wa sallam l'ordre aux gens de s'enfuir de l'endroit où se trouve cette maladie contagieuse au lieu de cela qu'est-ce qu'il a ordonné sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith sahir la peste la taoul la peste ce sont les restes d'un mâle issu de la colère de Dieu envoyé à un groupe des fils d'Israël si elle survient dans une localité où vous êtes ne la quittez pas pour vous enfuir pour vous enfuir et si elle survient dans une localité où vous n'êtes pas ne vous y rendez ne vous y rendez pas ce hadith est rapporté par l'aboukha l'oukha exactement ce que les scientifiques appellent la quarantaine sanitaire même la personne qui semble en bonne santé qui se trouve dans le pays atteint par cette maladie contagieuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas permis de le quitter avant que le qu'avant que l'épidémie ne soit terminée Allah Allah akbar Allah akbar qui témoigne de la viracité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du message de l'islam quelle conclusion peut-on tirer de ce hadith la première si tu quittes un pays atteint par cette maladie contagieuse tu vas exposer les autres personnes au danger et cela est interdit par l'islam deuxième conclusion si tu rejoins un pays atteint par cette épidémie c'est comme tu l'es et c'est comme tu t'exposes toi-même à la perdition et cela est interdit par l'islam la deuxième précaution le devoir de déclaration si vous êtes atteint par cette maladie dis-Allah salam al-rahi 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 dans le cas où la personne ne le déclare pas alors elle commet deux crimes parce que vous êtes obligé vis-à-vis de votre religion de déclarer si vous ne déclarez pas et bien vous avez commis deux crimes le premier crime est le mensonge le deuxième crime et l'exposition des autres personnes au danger et cela est interdit en islam troisième précaution être attentif être vigilant et suivre les mesures mises en place par les autorités compétentes dans ce domaine et surtout ce qui concerne l'hygiène et la propreté je ne peux pas détailler ce sujet parce que ça prend du temps quatrième précaution cette précaution seconde on oublie c'est la multiplication d'évocation et d'invocation d'Allah afin de le protéger de cette maladie contagieuse je cite un exemple parmi les invocations le prophète a dit Bismillah l'Avi la yadurru l'ma asmihi shayfun fil ardi wala fissama wa huvassami'u alim par le nom d'Allah tel qu'en compagnie de son nom rien sur terre ni au ciel ne peut nuire lui qui entend tout et sait tout Subhanallah Bismillah l'Avi la yadurru l'ma asmihi shayfun l'arbi wala fissama wa huvassami'u al-alim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout serviteur qui prononce ces paroles en trois reprises le matin et le soir aucun mal ne le touchera sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam l'anbukasimu alayhi wa sallam l'a bihan l'a bihan l'anbukasimu alayhi wa sallam l'anbukasimu alayhi wa sallam l'anbukasimu alayhi wa sallam